من المعروف لدى الجميع عشق الأطفال للحلويات أصدقائنا وبذات الوقت معاناة الأمهات لهذا الموضوع بالتقليل من تناول الحلويات لدى الأطفال والمبالغة في تناول الأطفال لهذه الحلويات ببعض الأحيان بفقرات التغذوية اليوم سنتعرف على بالطبع أضرار تناول الحلويات للأطفال بشكل مبالغ والبدائل الصحية كل ذلك وأكثر مع ضيفتنا في الستيديو اختصاصية التغذية رولا علوش يسعد نهارك أهلا وسهلا فيك معنا أهلا فيك بداية رولا أحب نعرف أصلا كيف الطفل بتعود على أنه جسمه يطلب الحلويات هل هو الخطأ من الأهل في تغذيتهم وتعويدهم على الطفل من البداية على نمط تغذية معين ولا الطفل نفسه جسمه فطريا بطلب هذا الكم الهائل من السكريات جميل جدا موضوع السكريات هو أصلا من أهم المعاضيع اللي لازم يعني تنطرح بشكل مكرر ومكثف بصراحة لأنه يمكن هو أساس البلاء في عالم الصحة هو يعني واحدة من المشاكل هي موضوع السكر في حياتنا عند الأطفال فعليا الطفل يعني لما بين ولد في ستة شهور الأولى فعليا بس بيأخد حليب الأم وبيكون فيه طبعا داخل حليب الأم سكريات كافية لتعطيه طاقة للحركة والنمو لأعضاء الداخلية وحتى بيكون حليب الأم محتوي على مكونات متكاملة لأنه ينمو هذا الطفل من بعده ستة أشهر تبدأ الأم بإدخال الطعام بشكل تدريجي ونحن عادة ننصح دائما بإدخال الخضار مثلا قبل الفواكه ليش الخضار قبل الفاكهة عند الطفل؟ لأنه فعليا السكر اللي موجود في الفواكه بيعطي طعم حلاوة عند الطفل يعني بيستمتع فيه فبتجي بتعطي الخضار بعده اللي هو ما فيه سكر فممكن يرفضه بسبب أنه تعود على طعم الحلاوة فهل الطفل يحتاج إلى سكريات؟ الجواب هو لا لا يحتاج إلى سكريات وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من عمر صفر أو من ستة أشهر أول ما يبدأ يأخذ الأكل حتى عمر السنتين يعني فترة الرضاعة نحن نسميها هذا العمر فعليا حتى أي نوع من أنواع الحلويات الإضافية أو أي نوع من الشوكولات أو البيسكويت هذا يفترض أنه يتم منع الطفل عنه منعا تماما لأنه أول شيء ما بيحتاجه الثاني شيء بالعكس بتضره يعني ما بتفيده بالعكس ممكن تعمله أضرار وخاصة إذا تعود وهي أنت هلأ ذكرتي شغلة مهمة جدا إسراء هي فكرة الإدمان فعليا الأطفال نحن طبعا كأهالي مثل ما قلتي فعلا مسؤولين كأب وأم وأهل حتى أحيانا بتكون في جدة لأنه الجدة أحيانا بتكون من وحي أنه هي متعاطفة وبتحب وبتدلل ممكن تضر الطفل على فكرة وتعطيه بعض الأغذية اللي تسبب له إدمان تسبب له حب لنوع معين بخلاف الأطعمة الثانية وكمان تسبب له مشاكل صحية مثل مثلا وزن الزائد عند الأطفال تتسوس فكرة أحيانا بيكون عندهم سنين ثلاثة وتلاقيهم تسوس فيعني يا حبيبي هو أصلا ما عنده يعني إلا سنين وتسوس بسبب كثرة مثلا حليب الأطفال اللي بيشربوا المنكة اللي بشوكولات أو بالفرولة أو أحيانا بيكون بسبب كثرة الحلويات وعدم انتباه الأهل لهذا الموضوع فنعم نحن كأهالي مسؤولين عن تغذية أطفالنا بدرجة أولى بدرجة تالية طبعا ما يدخل الطفل على المدرسة بيكون فيه هون ضروري يكون فيه تكامل بين بيئة البيت وبيئة المدرسة يعني لأنه كثير من المدارس للأسف أو الروضات عادة ما بتهتم وما بتعتني بفكرة أنه قدي لازم يكون الكانتين أو المكان اللي بيبيعوا فيه الأغذية تكون نوعية الأغذية صحية أو الطعام الذي يقدم للأطفال يكون صحي قدر المكان طب خلينا نفصل هلأ ببعض السنتين لأنه بعد سنتين ممكن يكون فيها منوعات ومسموحات خلينا نفصل فيهم مع الكمية المسموحة لأهذا الطفل جميل جدا هلأ الكمية فعليا بتدرج يعني قدش بيقدر الطفل ياخد سكر باليوم هي بتدرج من تقريبا من ثلاث مكعبات إلى ستة كحد أقصى يعني من عادة حتى الأطفال نحن نعتبر الطفل هو العمره 18 سنة لأنه فعليا هاي الفئة بتختلف تماما عن احتياجات فئة ما بعده 18 سنة اللي هنن بيكونوا خلاص صاروا من البالغين واللي حتى مثلا طريقة الحساب السعرات الحرارية تختلف إلون طريقة نسبة المعادن الفيتامينات كلها بتختلف وفي منحلة النمو كبان تختلف ولكن هل السكر هل هو يعني مادة ضرورية يعني هل هو مادة ضرورية للطفل من عمر سنتين إلى 18 طبعا لا لأنه أي نوع غذاء طبيعي مثل الفواكه حتى الخضار على فكرة لأنه فيها نشويات الخبز الحليب كلها فيها سكريات يعني حتى لو ما هي سكريات مرئية ولكن هي فيها سكر بالآخر فلذلك هل الطفل يحتاج إلى سكر إضافي اللي هو سكر الأبيض اللي منحتاجه فعليا لا أو اللي منستخدمه لا طبعا لا ككبار على فكرة ولا كأطفال يعني كلنا ليسنا بحاجة لهذه المادة الغذائية اللي كانت بزمن ماضي هي أصلا يقفل عليها بالقفل والمفتاح وتضع في أواني لأنه كانت غالية جدا أول ما بدأ يكتشف السكر بعدين صارت رخيصة جدا وصارت في متناول جميعه وتزامن معها موضوع السمنة والوزن الزائد فهي ما في احتياج ولكن احنا منقدرها منقول أنه كحد أقصى 6 مكعبات في اليوم أو 6 ملاعق صغيرة من السكر هذا الحد الأقصى طبعا متضمنا يعني من ملاعقتين إلى 6 ملاعق ولكن متضمنا للسكر اللي موجود أصلا بالحليب موجود شوي بالفواكه ففعليا ما في احتياج لسكر إضافي هل ياكل الطفل هون بقى السؤال لأنه كل شيء عم يسمعنا نعم يقول إنه حلو هالكلام إنه 6 ملاعق لكن هل الطفل هون بقدر يأكل حلويات أو لا ونحنا كأهالي بنرجع بقول إنه نحنا مسؤولين طيب بالبيت أهم نقطة إنه بالبيت ما يكون في هذا هي السلة أو الخزونة أو الخزانة اللي موجودة مليئة بشوكولات بالأسف بكثير من البيوت وموجودة مليانة شوكولات وبيسكويت وشيبس أحيانا وأنواع من الحلويات المنوعة وأي أيام بتكون حتى مضاف إلى مواد ملونة بتكون لسه مو بالسكر مضاف مواد ملونة فهي الخزانة يفترض إنه تستبدل تستبدل مثلا بفواكه مجففة مثلا بسكويت مملح يعني هاي بأقصى الأحوال ممكن نحط بدائل ولو إنه شوي سعرات حرارية لو حتى ما الواحد ما بيأكل منها كميات كبيرة ممكن نحط فيها تمر الفواكه مجففة مثل ما زكرت المكسرات على فكرة البوشار إذا تصنع بالبيت أو نعمل بالبيت ممكن نحط طويق يعني تخزن لمدة يومين أو ثلاثين ما في مشكلة أبدا فلذلك هاي البدائل بتخلي الطفل لما هو يشتهي يأكل شي يروح على هاي الخزانة بس على فكرة هون بقى تبدأ العادات يعني مثلا أنا طفل معودته من عمر سنتين للعشر سنين وأنا حاطت طول به هاي الخزانة حلويات وشوكولات يجي بيوم يفتحه يلاقي بس مكسرات ويعني ومثلا فواكه مجففة ما رح يأكل مستحيل لا تحاولوا بهذه الطريقة طيب رولا خلينا نحكي عن هاي الحالة يعني في حال أن الطفل إحنا عودنا لدرجة أنه أدمن على هذا النوع من السكريات والحلويات وصار يمكن فيه نوع من لعناد والإصراخ في حال أنه ما توفرت لأنه جسمه هو بصير عم بيحتاجها أو عم بيطلب هذا النوع من السكريات طيب الأهل صحيوا على حالهم وحابين يبدأوا بنظام صحي للطفل كيف يتدرجوا لتعويض جسد الطفل من أول وجديد على نظام صحي فيما يخص السكريات والحلويات ولو تخبرينه شوي عن أعراض الانسحاب إن صح التعبير يعني انسحاب الجسم من السكر أو انسحاب السكر من الجسم فعليا هو فعلا بيعمل إدمان وفعلا يعني تقليله وممكن يعمل أعراض انسحاب عن بعض الناس طبعا الأطفال خصوصا بصير عندهم تعلق زائد بالحلويات يعني شو من عمل أول شغلة بدنا نحكي لأنه الشخص إذا ما حكى مع الطفل الأب والأم ما الطفل ممكن يصدم يصير عنده صدمة بالعكس على فكرة كثير من الحالات تجي إنه بسبب إنه حرمان تام صار من قبل أهل بشكل يعني تعس فيه وعنف شو صار يعمل الطفل صار بغيابهم أو بالمدرسة يشتري بكل المصروف أشياء وحلويات أو حتى بغيابهم بينزل مثلا على سوبر ماركت بياكل بياكل وبيطلع فبعدين طبعا يتم اكتشاف الأمر وصارت المشكلة تفاقبتهم فإنحنا ما في داعي لندخل بهذا العراق ولكن الطريقة إن أول شي أنا أوعى لأهمية هذه النقطة ثاني شي أنا أقرأ معه بحث أو أحطيه خلين نشوف سوا فيديو يعني ممكن نطلع له على فكرة في فيديوهات على اليوتيوب مليانة عن أضرار السكريات مثلا وناقشوا بهذا الشي ونقول له إنه نحنا ما حنلغي كل شي ولكن حنخفف يعني بمعنى مثلا مدال ما يكون في كل يوم لوح شوكولات مثلا ممكن يكون كل يومين أو كل ثلاث أيام قطعة من الشوكولات ممكن نوعية البسكويتات غيرها مثلا البسكويت اللي مغطس بشوكولات حوله لبسكويت سادة وبالتالي إن هيك غيرت شوي النوعية شوي شوي حيبدأ هو يخف عنده نسبة الحلاوة المعتادة عليها في الفم ومع وجود المكسرات مع وجود الفواكه مجففة اللذيذة اللي هو بيحبه مثلا مثل الزبيب مثل المشموش المجففة اللي لونه حلو الطفل يعني تجذبه الألوان فممكن أنا أستخدم هاي الطريقة يكون موجود بالبداية الاثنين وبعدين شوي شوي بيبدأ أخفف الشوكولات والحلويات وبزيد نسبة المواد الإيجابية خلينا نقول أول فواكه المجففة وغيرها هل ممكن تصير عنده أعراض انسحاب طبعا ممكن في واحدة من التجارب المشهورة جدا واللي حتى يمكن أنا حكيت عنها أكتر من مرة هي صارت على الفئران وللأسف اللي صار أنه أخدوا نسبة من السكريات أو المحلول السكري على وحقنوا يعني أعطوه للفئران وبعد فترة أوقفوا عنهم المحلول السكري بشكل مفاجئ يعني بدون أي بدون تخفيف للجرعة فوجدوا بعد فترة فعلا أنه صار معهم الفئران نفس الأعراض اللي بتحصل عند الفئران اللي أعطوهن هيروين ووقفوا عنهم الهيروين ففعلا هو نعم ممادة فعلا طبعا هذا التجربة على الفئران تجارب ولكن إذا قصناها نحن على الإنسان كثير من الناس بيوصلوا لمرحل أن في عندهم صداع في عندهم مشاكل بنفسية تأكتئاب غير مبرر بيصير عندهم مشاكل كثيرة بسبب توقيف السكر فنحن حتى بتجارب أحيانا منطرح تجارب مثلا إيقاف السكر لمدة شهر تجربة شهر بلا سكر أو رمضان بلا سكر بما أنه على أبواب رمضان لكن أحيانا بيقول لهم أنه إذا شخص شاف حاله أنه عنده أعراض انسحابية عالية فما لازم يعمل هذه التجربة ممكن يخفف بشكل تدريجي أو يدخل بشكل جزئي يعني مثلا يقول أنه أنا 12 ساعة من اليوم هوقف سكر 12 تانين هاشرب لكن كميات قليلة وبالتالي هيك بيكون يعني وازن فنعم ممكن تصير عندهم أعراض نعم طيب إذا افترضنا أن الأمهات والأباء يعني عودوا أطفالهم على وجود بهذه الخزانة مكسرات وما إلى ذلك البدائلة الصحية اللي أنت حكيتها أو الحلويات الصحية إن صح التعبير لكن مثل ما أأتي الأطفال بيحبوا الألوان وبيشوفها إن كان على وسائل الإعلام أو حتى ممكن يشوفوا مع أقرانهم فهون كيف يمكن التعامل أنا حابة تحكي لي شو عن مدائلة صحية ممكن تصنعها لأم بالبيت يعني بدائلة صحية للأطفال ممكن تصنعها وبذات الألوان وبذات الابتهاج لحد الأطفال عند تناولها صحيح والله بتعرفي لهي فكرة السوشال ميديا هلأ وسهولة البحث عن وصفات يعني سهلت فعلا على الأمهات حاليا وجود وصفات بديلة هلأ إذا كتبت ببساطة شديدة على أي موقع للبحث بس إنه أنا بدي مثلا كاكب ببديل صحي كاكب بدون كميات سكر عالية أو بدون سكر أحيانا بتلاقي إنه الوصفات كثيرة جدا ومنوعة يعني واحدة من الأمور اللي أنا عادة باستخدمها حتى يعني ما بدي حضر كاكب المنزل أو أي نوع من الحلويات إنه ببساطة أنا ما باستخدم سكر أبدا أبدا يعني لا سكر بني ولا أبيض ولا أي نوع من أنواع العسل فيه كمان نوع من أنواع الشراب اسمه شراب القيقب متوافر ولكن مو دائما بتواجد كمان هذا بديل ممتاز وطبيعي يعني هو مثله مثل العسل بس ما أخوذ من شجرة اشتهرت في كندا بالبداية فلذلك هو اسمه شراب الميبل سيروب بيسموه بالإنجليزي وبالعربي شراب القيقب هدول من الأشياء اللي بتساعد على طعم الحلاوي كمان في المحلي الطبيعي اللي هو ستيفيا كمان هو اختيار جيد للناس اللي بيحبوا يعملوا الحلويات وغير هدول المحليات نحن ممكن نضيف للوصفة أصلا فواكه يعني الوصفة نفسها مثلا تكون بسبوسة أو هريسة أو كيك أو أي نوع من أنواع الحلويات ممكن نضيف له بعض الفواكه مثل الفواكه المجففة لزبيب أو حتى الأناناس الفراولة أو الفواكه اللي بتعطي حلاوي مثلا الموز ضمن العجين ممكن يعطي نوع طعم ممكن هريسة من السكر يا رولا ممكن إن حطلة بهذا الحالة عسل أو الميبل سيروب نعم ولكن أنا أصدع الكيكات بشكل عام نقدر نضيف الفواكه الارفع على فكرة بتعطي نوع طعم من الحلاوي فممكن نضيف دائما الأشياء اللي بتساعد أنه تغير النكهة ونعود حالنا مو دائما كيكة شوكولات لأنه كتير مشهور عند الناس بس كيكة الشوكولات هي ممكن كيكة الجوز مع التفاح مثلا مع الارفة هلأ بمأن الأجواء الشتوية فممكن تكون مناسبة أيضا لنعود أطفالنا دائما بالفواكه حتى موجودة ضمن الوصفات ودائما نحكي يعني دائما الحكي والتوعية مع الطفل ويعني توعيته بيؤديه المهم إنه نستبدل كتير بيساعد بإنه تتركز العادات الصحية لما يكبر يعني إحنا ما بدنا نكون أهل هيك صارمين وفجائيين يعني هين مفاجأة بصراحة بتعمل كسرة عند الأطفال هي عادة يعني عادات متكاملة طب لو تخبرينها رولا عن بعض من المنتجات الغذائية الحلويات فعليا أو السكرية اللي تباع في السوبرماركت ويكتب عنها إنها منتجات صحية للأطفال جميل خبرينها هاي شو قصتها هلأ شو بيعملوا هنن بيقولوا مثلا منتجات صحية للأطفال خالي من السكر فشو بيقصدوا خالي من السكر يعني السكر اللي هو سكرز يعني فلكن بيكون أنواع من السكر تانية بيكونوا فعليا جايبينها وحاطينه هنه صح صديقين بكلمة خالي من السكر اللي هو بيقصدوا فيه سكر الأبيض ولكن محاطين أنواع تانية من السكريات مثلا مثل مالتوز مثلا بيكونوا حاطين كتير من الأحيان فركتوز شراب نحنا هذا الشراب الفركتوز العالي للحلاوة أو العالي نعم درجة حرارة الحلاوة عالية عنده هو أضعاف مضاعفة من السكر العادي بنسبة الحلاوة وأضراره أضعاف وأضراره مضاعفة للأسف لأنه حتى طريقة الاستقلاب عنده في الكبد مختلفة للأسف عن السكر العادي لذلك نحنا كتير بننتبه كأهالي لأنه نقرأ المكونات هل هي من جواتها حتى لو ما فيه سكر خالي من السكر هل فيه مكونات تانية تدل على وجود فعلا سكر لكن باسم مختلف وكثير من الأمور للأسف يعني كتير من المنتجات الصحية على أساس أنه هي صحية هي بالأساس يعني بالفعل بتكون غير صحية وتماما كمان بتكون سعرات الحرارية كتير مرتفعة لذلك الطفل ممكن حتى لو أكله يرجع يطلب أكتر وأكتر لأنه فيه سكر فبترفع سكر الدم بشكل متواتر وبشكل نحن نسميه حاد جدا فبيرجع الطفل يطلب مرة تانية وتالتة من هاي والأهل شو بيقولوا طيب خالي من السكر يلا خود طيب ظاهروا بما أنك ذكرت هذا الموضوع أذكرين لأبرز أنواع السكريات اللي عادة بتكون موجودة بهذا النوع من المنتجات خلي الأهالي يعرفوا شو يقرأ وشو طبيعة هذه السكريات فعلا الأهم شغلة هنن اللي بيستخدمه صناعيا لأنه بيعطي حلاوة أضعاف مضاعف فكرة 600 ضعف الحلاوة يعني رقم فظيع الفركتوز هو شراب السكر عالي هو بيقولوا يا شراب الذرة مكتوب عليه أو شراب الفركتوز عالي الحلاوة هيك بينكتب حتى بالتركي حتى المنتجات التركية تكون موجودة ومكتوبة أكتر شيء يستخدم في الصناعات هو هذا الشراب وكمان المواد اللي ضارة جدا والأسف كمان مستخدمة بكثرة هي المونوسوديوم غلوتاميت لكن هي مو من السكريات ولكن هي أيضا من المواد اللي ضارة واللي كتير ضروري كأهل ينتبه فعلا على وجودها أحيانا بيستخدموا المالتوس أحيانا بيستخدموا العسل العادي أحيانا وبيكتبوا طبعا بيكتبوا أحيانا بيستخدموا شراب القيقب هاي بعض الشركات اللي بتحترم نفسها ممكن تقدم المنتج بشكل أفضل ممكن يستخدموا بعض أنواع السكريات الطبيعية في بعض المنتجات اللي أنا بحب أن نركز عليها أو تكون موجودة بغذائنا هي اللي تحتوي على السكر الستيفيا لكن هي قليلة جدا لأنه سكر الستيفيا هو مادة يعني غالية السعر يعني سعرها غالي لذلك ما حيصنعوا لك منتج بكميات كبيرة وللأطفال بسعر عالي لأنه ما حدا حيشتري فلذلك بحطوا الفراكتوز هو بيحلي كتير فبيستخدموا منه كميات قليلة وأيضا هو رخيص الثمن فبالتالي موجود بكثرة سكر الفراكتوز هو نفسه سكر الفواكب وبالتالي يعني بأن أي مادة من أي فواكب يقدروا يصنعوا لذلك هو رخيص الثمن وبيعطي حلاوة مرتفعة نعم نحن كأهالي مطالبين وعلى فكرة حتى مثلا بسكويتات كلها تحتوي على طحين مكرر طحين الأبيض هو طحين مكرر وبالتالي هو نسبة السكريات فيه كتير مرتفعة يعني حتى نحن أحنا هذا السكر ككلمة تكون موجودة لكن بالطحين بقلبه فيه سكر هو عبارة بالآخر عن طحين أبيض غير مضاف له لا الياف ولا أي نوع من أنواع الفائدة وإنما فقط طاقة فتحليله في جسم الإنسان هو عبارة بالآخر عن سكريات بسيطة لذلك كمان يعني من أهم الأشياء اللي نحن نعالى أنه قدر الإمكان أي شيء بينفتح ببكتين بيكون مصنع ونفتحه هذا نقلله بالبيت خاصة أبيض طبعا كحلويات وكمنتجات بتنفتح بسرعة ونستبدله بقى مشان الطفل ما يمل بمثلا نحن نعمل معه كوكيز بالبيت نعمل كيك نعمل أي نوع من أنواع الحلويات اللي بيفضله ولكن بطريقة البيتية لأنه قدر الإمكان حتكون أقل بنسبة السكريات أو نوعية السكريات المستخدمة حتكون أفضل وأيضا نحن ممكن كأهالي مثلا بدل ما أعمل كيكة عادية ممكن ضف له طحين أسمر وضف له نسبة من الشوفان وبالتالي أنا هيك دخلت الطعم اللذيذ مع وجود نسبة من الفائدة والقيمة الغذائية اللي هي مثلا ناخدها من الشوفان فلذا يعني هي التوازن بطرح الأفكار الصحية مع الأطفال وتنفيذها وتطبيقها بالبات بس ضروري البدائل لأن الطفل كمان يعني بجزء إذا أنت حكيت له هالقصة قلت له مثلا انت عاشوف هاي الحلقة اللي فيها عن السكريات بجزء ما يعني ما يحب أصلا يتفرج لأنه فعليا أنت ما عم تعطي بدائل فدائما أوجد البدائل الصحية حتى الطفل يقتنع بالأفكار نعم طب أنا حاب أحكي عن حالة ممكن نشاهد عن بعض الأمهات يعني مثل أعطاء الطفل فريز على سبيل المثال ولكن بيحطوا فوق سكر صح جريمة بحق صحة الطفل يعني فما أو شوكولان نوتيللا صحيح ببعض الأحيان شوكولان فخبرين عن هاي يعني أديش هذا بالفعل بيضل الطفل وعن أخطاء مشابهة لهذا جميل هلأ أريح أحكي عن نقطتين نقطتين أقول له هلأ طفل إذا بياكل أصلا فواكه يعني هو طفل محب للفواكه بحب الفراولة بحب الموز الطفاح بياكل ما عنده مشكلة هون غلط تماما أني حطله أي شيء إضافي تمام أنا هون طفل طبيعي خلي حليمات التذوق عنده طبيعية لكن طفل مثلا رافض تماما نوعية الفواكه اللي عم تتقدم بكل أنواعها أو كتير كتير انتقائي ومسميهم ممكن هون بهاي الحالة مثلا شو أعمل ضفله عسل بديل عن السكر عودوا على طعم العسل مثلا بكميات قليلة ممكن أنا حتى على فكرة حضرت شوكولات بس بكميات سكر قليلة في المنزل بدل الشوكولات الجاهزة المصنعة اللي هي مليئة بالدهون المهدرجة وهون كمان نقطة يمكن هي بدي حلقة جديدة عن الدهون المهدرجة لأنه فعلا موضوع كبير فكمان هون ممكن أنا صنعها بشكل منزلي حطله مثلا شوية حليب شوية كاكاو شوية عسل بكميات بسيطة ممكن تكون منتج شوكولات صحي مع الفواكه فيه النقطة الألاز اللي أنا كتير بحبها وممكن حتى نطبقها بالصيف يعني مع أنه لسه يعني هيجي الصيف وممكن الأفكار اللذيذة هي فكرة الآيس كريم الفواكه الصحي اللي ممكن هو يكون عبارة عن لبن اللبن العادل يورد نحط له عسل مثلا نخلط معه فواكه يا أما مقطعة أو مهروسة حسب الطفل شو بيحب وشو بفضل ونحطه بقوالب الآيس كريم نحط نعم بالثلاجة بيطلع طعمه فعلا يعني أو حتى حليب مو شرط اليورت ممكن حتى الحليب فنستخدم هاي الأفكار اللي هي بتعطي بديل وبنفس الوقت هي فيها فواكه لأنه كمان الطفل كثير من الأطفال عندهم مشكلة أنه ما بيحبوا يتناولوا الفاكهة لأنه مو موجودة بشكل دائم كعادة يومية وأهم نقطة يمكن أهم من كل هذا الحكي اللي حكينا هو أنه نحن نكون قدوة يعني كثير من الأهل أنه خد حبيبي مثلا نقول صحن الفواكه وهي قاعدة ممكن ما عم تاكل قدامه أي شيء أو بالعكس عم تاكل قطعة شوكولات وانت ما بصير انت صغير يعني والقدوة كثير مهمة صحيح بعالم الصحة يعني لأنه طفل بس يشوفك أنت عم تلعب رياضة عم تشرب ماء مثلا عم تاكل فواكه بشكل يومي هو لحاله ترى يعني بيلقط العادات الصحية منك وبصير بيقلد باللاوعي فهي موضوع القدوة نعم أمر هام جدا يعني رولة علوش اختصاصية تغذية شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح شكرا 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 شكرا